من علامات الساعة الكبرى، خروج يأجوج ومأجوج، من هؤلاء؟ كيف هم؟ ماذا فعلوا؟ ما تأثيرهم؟ كيف تصرف ذو القرنين معهم؟ كيف تحاشى خطرهم؟ متى سيظهرون آخر الزمان؟ ماذا سيفعلوا بالبشر؟ هل سيؤزونهم جميعا كما يقال؟ أم إن خطرهم محدود؟ وإن كان خطرهم عام، كيف على البشرية أن تتحاشاهم وتتفاداهم؟ ما السر في قصة ذو القرنين عنهم؟ متى سيظهرون؟ هل ظهروا في زماننا؟ وإن كانوا قد ظهروا، ماذا نفعل؟ يأجوج ومأجوج، من العلامات الكبرى للساعة، كيف نتصرف معهم في هذا الزمان؟ لنتعرف في هذه الحلقة على واحدة من أهم وأخطر علامات الساعة الكبرى، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يأجوج ومأجوج. بسم الله الرحمن الرحيم، من أكثر الموضوعات اللي شغل المسلمين، خاصة أنها مسكورة في القرآن والمرتبطة بظهور علامات الساعة الكبرى آخر الزمان، موضوع يأجوج ومأجوج. كتير من المفسرين قالوا أن يأجوج ومأجوج عبارة عن أقوام موجودين وراء سد معين، وحطوه في مكان جغرافي وهيظهره في آخر الزمان بعدما السد ده يزول ويذهب من عليهم، وفي ناس تانية يعني يمكن أحدث شوية قالوا أن يأجوج ومأجوج عبارة عن بوركنين مع بعضها ينفجرهم، وناس تلت قالوا أن كل فترة ظهر مجموعة من المفسرين يقولون لها تفسير معين يأجوج ومأجوج. وبرضه كانوا بيقولوا أنهم أقوام، يعني أغلب الموضوع أنهم ناس، هل يأجوج ومأجوج عبارة عن أقوام؟ ولا الموضوع مختلف تماما عن كده؟ أول حاجة، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يأجوج ومأجوج جبههم في موضعين اتنين بس في القرآن، لا أكثر ولا أقل، لم يرد لفظي يأجوج ومأجوج إلا مرتين اتنين بس في القرآن، المرة الأولى في صورة الكهف في وضع ذو القرنين، والمرة الثانية في صورة الأنبياء في ظهور علامات الساعة آخر الزمان، طيب، الملحوظة الأولانية، يبقى كده قلنا الملحوظة الأولانية أن هما لم يردوا إلا مرتين فقط في القرآن، الملحوظة الثانية، لم يرد لفظ يأجوج إلا ومكترن معه مأجوج، عمرنا ما نشوف القرآن يأجوج لوحدة، ولا مأجوج لوحدة، لازم اللفظين يجوا مكترنين ببعض، هل ده معناه أن هما أقوام فعلا، ولا معناه أن هما حاجات متلازمة مع بعض، يعني سيستمين، عمليتين، شيئين متلازمين مع بعض، ما ينفعش يحصل يأجوج إلا ما تلقائه وفور يحصل وراء مأجوج، ولا ينفع يحصل مأجوج إلا ما قبله لازم يحصل يأجوج، لأن الكلمتين لم يردوا في القرآن إلا مكترنين ومجتمعين، ده الملحوظة الثانية، الملحوظة الثالثة، نرجع لقصة ذو القرنين علشان نفهم يعني إيه يأجوج ومأجوج، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن ذو القرنين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، يعني دي البداية، إن ذو القرنين لما هيجد القوم اللي بيشتكوا من يأجوج ومأجوج كان في اتجاه مطلع الشمس، مش مغرب الشمس، وفينا غلطة عايزة صحاحة، إحنا مفكرين نجوء إن ذو القرنين كان بيحكم كرة الأرضية كاملة عشان كان قرنين، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده، ربنا بيقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وحتى إذا بلغ مطلع الشمس، ربنا بيتكلم عن الشمس، مش بيتكلم عن الأرض، إحنا فكرناها حتى إذا بلغ مشرق الأرض، يعني الشرق والصين، ودول شرق أسيا، ومغرب الأرض، ففكرنا إنه كان حاكم شرق الكرة الأرضية وغرب الكرة الأرضية، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش في الآية مشرق الشمس مشرق الأرض أو مغرب الأرض ده هو بتكلم عن الشمس بيقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس يعني شيء طاقي يخص الشمس وبقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس برضو شيء طاقي يخص الشمس حتى لو زول قرنين ما كانش يحكم إلا بلد واحدة بس الموضوع موضوع علمي فالمهم لما زول قرنين بلغ مطلع الشمس مش مشرق كمان الموضوع ما لهش علاقة بالشروك ده بتكلم على مطلع الشمس موضوع له علاقة بالطاقة وبالعلم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وهنا بقى الملحوظة لم نجعل لهم من دونها سترة يعني القوم اللي كانوا اللي زول قرنين رح لهم عند مطلع الشمس ما كانش بينهم وبين الشمس ستر يعني ما كانش بينهم وبين الطاقة ما كانش بينهم وبين مصادر الطاقة والعلم سترة أو حجاب أو حاجز يحميهم من خطر الطاقة واستخدامها طيب كذلك وقد أحطنا بملدي خبرة ثم أتبع سببه هنا بقى الموقف حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قول نقف هنا شوي حتى إذا بلغ بين السدين المفسرين قالوا أن بين السدين يعني مكان جغرافي على الأرض وطبعا القرآن لما بيتكلم عن ظاهرة تاريخية بيتكلم علىها بشكل مطلق بحس أننا الآن يمكن أن تتكرر هذه الظاهرة تاني فالموضوع ملوش علاقة بجبلين وهو هيسد بينهم عشان يحجب حد يطلع من هراهم موضوع مش كده ربنا بيقول حتى إذا بلغ بين السدين واضح أن فيه حاجتين سد يعني إيه سد لأن القوم دول طلبوا من دول قرنين أنه يعمل لهم سد في حين أنه رفض يعمل سد وعمل رضن السد كناية أو رمز للإبعاد وللحجز وللعزل يعني السد بيبقى حاجة بتبعد أو بتحيد حاجة عن حاجة ده السد ومعنى صحيح لما احنا بنعمل سد في النار بنحيد وبنبعد المياه أنها هتكمل طريقة ده السد ذو القرنين بلغ بين السدين يعني فيه حاجزين منعين عالمين على الدخول والتداخل مع بعض هو لما بلغ بين السدين دول منطقة مش شرطة كمان تبقى منطقة مكان أو محل فيه سدين سد لعالم وسد لعالم تاني السدين دول عزلين العالمين عن بعض هو بقى وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولة يعني ذو القرنين لا ناس لا يكادون يفقهون قولة أو حديث يعني واضح من الجملة دي أن الناس دي كان عندها شبه مرض عصبي مرض نفسي مرض في التحدث في الكلام في التواصل لأن لا يكادون يفقهون قولة قوما لا يكادون يفقهون قولة يعني الناس دي كان عندها مشكلة مرضية معينة يعني إما مشكلة عصبية يعني مشكلة زهنية يعني مشكلة في التحدث يعني مشكلة في النطق المهم أو مشكلة في السمع يعني واضح أنهم عندهم مشكلة لا يكادون يفقهون قولة يعني ما بيميزوش الجمل اللي بتتقال عندهم مشكلة في السمع وفي الخلال العصبي إذن الموضوع علمي لأنه وجد قوما لا يكادون يفقهون قولة هم نفسهم كانوا مدركين المشكلة دي مدركين علشان هم بين السدين بين الحاجزين دول عندهم مشكلة ما بتعملهم مرض وبتعملهم مشكلة الموضوع ما فيوش ملوش اي علاقة الان بان فيه اقوام بتحربهم قالوا ايه بقى قالوا يا هذا القرنين ان يأجوجة ومأجوجة مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدة دي جملة القوم وخد بالك ان دي جملة قومة مش جملة ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه هم قالوا بنص الكلام هم ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض كل الناس فهمت على طول ان يأجوج ومأجوج دول اقوام مفسدون في الارض طيب ركز بقى كده فان قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج وهو خد بالك كان اسمه ذو القرنين وهو خد بالك هو اسمه ذو القرنين ليه لان هو الربنا فصرها في الصور قال حتى اذا بلغ مغرب الشمس يعني ده قرن وده بعد وده زاوية وجودية حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني ده قرن وده زاوية وده بعد وجودي فهو كان بيجمع البعدين والقرنين دول ولا يمكن لأحد في فترته أنه يجمع البعدين ده غير واحد زي زول قرنين عشان كانت سمى زول قرنين وهنا بقى حتى إذا بلغ بين السدين ووجد الناس دي فهم قالوا له إن أجوج ومأجوج ومفسدون في الأرض يأجوج ومأجوج يتفهم بدايا من الظهر الآن هم أقوان لكن خد بالك إن اللي بقول الكلام ده القوم اللي لا يكادون يفقهون قولة يعني هم بتكلموا عن نتيجة سبب النتيجة هم مش فاهمينه لأنه هم قالوله على أن تجعل بيننا وبينهم سد يعني هم قالوله إن في حاجة اسمى يأجوج ومأجوج دول مفسدون في الأرض فمطلبنا إن إحنا عايزين سد زول قرنين فاهم فاهم إن هم غلطانين في حاجة وعندهم حق في حاجة فقال لهم إيه قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم يعني فيه نقطتين النقطة الأولينية إنه هو وافق أو كان عندهم حق في فكرة إن يأجوج مفسدون في الأرض بس ما كانش عندهم حق في فكرة إنه هو يعمل سد بل قال لهم أنا هامل ردم إذن زول قرنين كان فاهم لأنه زول قرنين لأنه مع السدين ومع مطلع الشمس ومغرب الشمس فكان فاهم أصل مشكلة منين هنا هنتوقف قبل ما نكامل الآيات ونفهم يعني إيه بقى يأجوج ومأجوج دي المرة الأولى التي ذكر فيها لفظ أو لفظي يأجوج ومأجوج المرة التانية بقى في صورة الأنبياء ربنا بيقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدا بين ينسلوا واقترب الوعد الحق دي المرة التانية وبيقول حتى إذا فتحت يعني لفظ تأنيث فتحت ما قالش بقى إن كان فيه سد وهيثقب أو السد ده هيهدم لا لا حتى إذا فتحت وهم من كل حدا بين ينسلوا وبرضو جت يأجوج مقترنة بمأجوج إيه الحكاية بقى لو بصينا لكلمة يأجوج ومأجوج هنلاقي إن الكلمتين تبكل من بعض ما عدا الحرف الأولاني يعني عندك يا أجوج والتانية ما أجوج اللفظين واحد ما عدا أول حرف يعني ده معنى إيه ده معنى إنهم عمليتين متشابهتين لا يختلفان إلا في أول خطوة فيهم بديهيا خالصة يا أجوج وما أجوج أجوج واحد في العمليتين العمليتين اللي هنا هي اللي بتحصل هنا لكن أول مرحلة في العملية الأولى اللي هي يأجوج مختلفة عن أول مرحلة في العملية التانية اللي هي مأجوج ده بديهيا خالصة طيب يعني إيه بقى العمليتين دول عمليت يأجوج وعمليت مأجوج عملة كده زي عمليت البناء الضوئي زي عمليت الفلق زي عمليت الانفجار زي عمليت الانشتار النووي هي عملية حيوية طبيعية بس الإنسان هو اللي بيلعب فيها وبالتالي بتحدث الفساد ايه بقى عملية يأجوج ومأجوج حرف الياء احنا كده قلنا ان فيه سمة مشتركة ما بين كلمتين اللي هي كلمة أجوج فاحنا عندنا الاختلاف والمقارنة الوقتي ما بين حرف الياء وحرف الميم حرف الياء معناه خروج شيء من شيء دون عودة يعني انت عندك شيء اهو خرجت منه شيء دون عودة يعني ده جبناها من يد من يتيم كل الكلمات في القرآن اللي بتبدأ بحرف الياء معناها ان شيء خرج من شيء دون ان يعود لمصدره مرة اخر ركز كده معي عشان تربط ده بالعصر للحديث شيء هيخرج من شيء دون ان نرجع للشيء الاصلي طيب اول ما الشيء يخرج من الشيء خلاص بقى ياء اهو ياء هيحصل لو أجوج عملية أجوج دي معناها كلمة أجوج معناها ألف جيم واو جيم يعني فيها حرف ثلاث حروف حرف الجيم وحرف الواو وحرف الهمزة الثلاث حروف دول لما يشكلوا كلمة أجوج معناهم ايه معناه من الشيء اللي خرج ده بدأ يحصل له تغيير وصفات أخرى يكتسبها فالياء معناها خروج شيء من شيء دون عودة بعد ما الياء تحصل بعد ما حرف الياء يحصل ان في شيء هيخرج من شيء بيحصل للشيء اللي خرج عملية أجوج وعملية أجوج معناها تغيير خواصه وصفاته بناء على تحضير مسبق من اللي هيحضر الموضوع إذن شيء خرج من شيء وتغيرت خواصه وفق مزاج ورغبة الشخص اللي عمل الحركة دي أو العملية دي طيب يبقى ديه كلمة كده يأجوج أول ما الشيء بيخرج ويتغير خواصه كده حصلت يأجوج استحالة يفضل ساكن بهذا الشكل لازم يدخل في شيء تاني لازم يدخل في محل آخر ويبدأ يغير خواصه بالخواص الجديدة اللي هو اكتسبه وده بالملي حرف الميم الميم معناه ان الشيء بقى اللي خرج ده يبدأ يتفاعل وينضم ويتحد ويتداخل مع شيء آخر ولما يتفاعل وينضم ويتداخل مع شيء آخر هيحصل برضو عملية أجوج للشيء التاني اللي هو انضم له فبقى هو يأجوج وبعد كده ميم أجوج فالشيء التاني اللي هو انضم له اتغيرت خواصه وصفاته واسماته بناء على العملية الأولى اللي هي عملية يأجوج إذن لا تحدث عملية يأجوج إلا ولازم وفوري يحصل وراها عملية مأجوج ولا يمكن أن تحدث عملية مأجوج إلا لازم قبلها تحصل عملية يأجوج طيب تعالى بقى نفهم الكلام ده اللي هو اللي احنا فسرناه حرفيا بالعصر الحديث في العصر الحديث عملوا إيه؟ مسكم فتحوا الخلية الخلية أصلا عبارة عن كائن مأفول على نفسه عمر ما فيه إنسان قدر يخش الخلية ويستخرج منها حاجة هي كائن مأفول على نفسه وكذلك الزرة وكذلك النواة وكذلك الطاقة الطاقة وكل الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى كان أفلها هم بدأوا يدخلوا فيه دخلوا فيه خرجوا من الخلية مثلا RNA خرجوا منها الجينات خرجوا منها الكروموسومات خرجوا منها النواة أو دخلوا للزرة خرجوا منها الإلكترون خرجوا منها بروتون المهم أنهم خرجوا حاجة خرجوا جينات أو خرجوا كروموسومات بعد ما خرجوا الشيء خروج الشيء ده في حد ذاته أو عزله في حد ذاته وتغيير خوصه دي اسمها عملية يأجوج مجرد ان هم يمسكوا الشيء اللي خرج الRN اللي خرج ويزرعوا فيه صفة معينة جديدة أو خصصة جديدة ده الأجوج بقى ليعملية تغيير وتطويع الشيء اللي خرج بصفات جديدة بعد كده يمسكوا الRN ايه ده اللي هو اللي خرج ويطوعوا صفاته وغيروها يزرعوا في خلايا مثلا في الدجاج أو في المزروعات أو في المحاصيل أول ما هم يزرعوا البتاع ده تحصل بقى عملية مأجوج نفس الفكرة انضمام وتدخل وبعاكية تغيير الصفات ربنا سبحانه وتعالى قال إن جوج على لسان القوم إن جوجة ومأجوج مفسدون في الأرض ده معناه ايه؟ ده معناه احنا كبشر فكرنا وظنينا ان احنا مجرد ما نخش ونلعب في الأشياء الداخلية الخاصة دي ونطلع منها ظنن مننا إن احنا هنعالج الإنسان بصناعة هرمونات أو هنكتر الأكل والمحاصيل بإن احنا نعمل عملية يأجوج ومأجوج احنا ظنن إن ده صح مع إن ده إفساد في الأرض ربنا سبحانه وتعالى قال إن جوجة ومأجوج مفسدون في الأرض على لسان القوم لإن مش هيحصل عملية دي اللي ما هيرتبط عليها إفساد لإن احنا ما نعرفش حتى لو مثلا إنسان عنده مرض وهم زرعوله هرمون معين وأمدوا به وإحنا ظننن كده إن هو ده يعني علاج للشخص على مستوى بعيد على مستوى زمني بعيد هيحصل له أمراض بناء على الحاجة اللي اتزرعت فيه اللي هي عملية مأجوج فالموضوع ده أصلا موضوع مفسد في الأرض قوم زول قرنين يا إما حصلت لهم الموضوع ده على مستوى نووي وخلوي يعني مستوى خلايا ومستوى زرات يا إما حصلهم على مستوى طاقة يعني يا إما حد قدر يعني على قوم مستوى زول قرنين حد قدر يخرج وحدة طاقية معينة أو حد قدر يخرج أمراض وجينات معينة من الكائنات الحية وبعد كده غير صفتها وبعد كده انتشرت وبدأت تخش على الناس دي تعملهم أمراض عصبية لأن ربنا بقول لا يا كدونا يفقهونا قولة يا إما أمراض عصبية يا إما أمراض في السمع يا إما أمراض معينة كانت واضحة بالنسبة له ربنا بقى بقول في آخر الزمان إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آخر الزمان حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فتحت يعني يا شيء مغلق وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في آخر الزمان هيفتح الشيء المغلق ده وركز بقى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لو كان يأجوج ومأجوج عبارة عن قوم كان المفروض بالمنطق يخرجوا من مكان واحد من حدب واحد لكن لإني أجوج ومأجوج عمليتين مرتبطين بالخلايا والزرات والهوى والمية والأكل والطراب وكل شيء موجود حيا وحوالينا فهم هيبقوا من كل حدب ينسلون من الطراب والهوى والمية اللي بتشربها والمحاصيل اللي بتاكلها واللحوم اللي بتاكلها من كل حدب ينسلون لأنها فتحت لأن بدأ مجرد ما العصر الحديث فتحهم الجينات والحاجات دي بدأ بقى الشر ده ينطلق للناس وهم من كل حدب ينسلون بالشكل ده ممكن الناس تقول إيه طيب إحنا كده كلنا في خطر لأن يأجوج ومأجوج بالشكل ده ظهروا مثلا من تسعين سنة ولا من مية سنة من ساعة ما العلماء دخلوا للزرة ودخلوا للخلية وبدأوا يفحتوا فيها ويطلعوا منها أشياء كده يأجوج ومأجوج فتحت خلاص فتحت من ساعة ما هم ما دخلوا الحاجات دي أقول لك آه طيب الحماية إيه ما إحنا كده كلنا في خطر إحنا علامة العلامة الساعة بتاعتي أجوج ومأجوج ظهرت خلاص ظهرت من مية سنة تقريبا أو يمكن أكتر فالعلامة دي ظهرت طيب إحنا زي نحمل نفسنا منها لأن هي كده موجودة في أكلنا وفي الهواء اللي بنشمه وفي كل حاجة موجود هنرجع تاني لقصة زول قرنين لأنه هو الوحيد اللي قدر يعمل تركيبة علمية معينة ما زالت إلى اليوم لم يبحث فيها التركيبة العلمية اللي عملها زول قرنين لأنه كان مطلع وكان بلغ بلغ مغرب الشمس يعني المكان أو المحل اللي بتتم سحب فيه الطاقة اللي هو مغرب مغرب جاي من غروب غروب الشمس ومطلع الشمس المكان اللي بتطلع منه الطاقة مش مشرق الشمس لأ مطلع الشمس المكان اللي بتصدر منه الطاقة سواء الطاقة بقى الحرارية أو النارية أو أين كان لأن زول قرنين بلغ مطلع ومغرب الشمس المكانين العكس بعض اللي بيتم فيهم إدخال وسحب الطاقة قدر يوصل لتركيبة مادية تقي الناس من خطر يأجوج ومأجوج اللي هم أصلا ليسوا أقوام أبدا طيب عمل إيه ذو القرنين لما هم القوم دول طلبوا من ذو القرنين أنه يعمل سد هو الوقت أدى اليأجوج يأجوج أهو بدأت تخرج عملية اليأ يأجوج أدى الشيء خرج وبدأت تتغير خوصه قبل ما ينضم الشيء تاني ويبوزه ويغير خوصه الناس دول طلبوا أنه يعمل سد يعني كأنه هيعمل سد ما بين عملية فصل الشيء وتغير خوصه وانضمامه للخلايا الجديدة عشان يؤذيها ويدمرها هم طلبوا منه سد فهل نجعله لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد يعني مأجوج هتحصل بعد ما يحصل مأجوج بس لو احنا عملنا سد ده هيمنع العملتين أنهما يحصلوا وراء بعض فده اللي احنا عايزونه ذو القرنين فاهم فقال لهم لأ سد ما ينفعش فقال لهم إيه قال لهم أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة هنا بقى هنقف ونتساءل ما الفرق بين السد والردم انت عارف الإجابة الإجابة المادية اللي احنا عارفينها أن السد بيبقى حاجة ما بين حكتين ده صحيح أما الردم إن حاجة بتسد عليها الأرض يعني حفرة بتسد عليها فتبقاش معديتش تبقى زهرة ده ردم المعنى ده صحيح لكن احنا عايزين نوسعه شوية عشان نفهم المعنى اللي هنا قال لهم أنا مش هعمل سد أنا هعمل ردم أدى عملية يأجوش لما بيحصل بيخرج شيء الشيء ده اللي خرج الشر الشر أو الضار أو الشرير الشيء اللي خرج ده تلقائي وفوري لازمة هينضم الحاجة عشان يقزيه طيب هم طلبوا سد عشان ما يقزهمش الحاجة دي هو قال لهم لا ردم خد بالك بقى أول ما حصلت عملية يأجوش وطلع الشيء اللي تغيرت خوصه سواء كان طاقة أو RNA أو جينات أو فيروسات أو أي أن كان المسمى أول ما طلع الشيء ده هم كانوا طلبين سد علشان ما يخشش ليهم بس لو حصل وهو عمل سد الشيء اللي طلع كده كده لازم هينضم في خلية جديدة إن ما انضمش ليكم هينضم لغيركم لأنه كده كده لازم هينضم لازم هيخش عملية يأجوش بعد عملية يأجوش فزول القرنين قال لهم ما ينفعش سد هو ردم يعني إيه ردم يعني الشيء اللي حصل ده بقى اللي طلع اللي هو يأجوش الشيء اللي طلع ده هناخده ونردمه يعني إيه ردماه ردماه يعني أحاط وعزله وغير خوصه وأضم وركب عليه تركيبة جديدة تبعده عن أنه يتفاعل مع يعني تخيل مثلا إحنا طلعنا قرق إنه من خلية المفروض للقرق إنه ده مش هنعرف نعمل سد إنه هيحول بيننا وبينه فهو كده كده هيخش في أي خلية نضم له فهو رحنا إحنا عاملين إيه رحنا جايين مسكين الأرقن إيه عزلناه وحوطناه بمادة معينة مثلا المادة المعينة ده راح اتمغيره خوصه وراحت مفتتاه ومدوباه بالظبط هو ده الردم بقى فزول القرنين لأنه فاهم إنه السد مش هيجيب نتيجة ومش هيعمل حاجة كان الردم هو الحل فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماه فهو الردم هو الحل والردم هو عبارة عن عزل الشيء الضار أو الطاقة الضارة أو الخلية أو الأرقن إيه الضار اللي طلع عزله وإحاطته بمادة وتداخل مادة تانية معاه بحيث أنها تفتته وتضعف تأثيره ومعادش يبقى له تأثير ده الردم اللزول القرنين قال إن أنا هعمله طيب فقال لهم بقى وصفة علمية ستظل مخلدة في القرآن ولم تفهم هذه الوصفة إلى الآن قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة التركيبة العلمية دي أنا مش أشرحها الوقتي التركيبة دي ما زالت محتاجة بحث دقيق جدا عشان نفهم إيه اللي في زبر الحديد وساوى بين الصدفين والنفخ حتى إذا جعله نارا وأفرغ عليه قطرة التركيبة دي كلها بتأرفنا والكل الأجيال اللي جاية اللي هيحصل عندهم علامة الساعة الكبرى فتح يا أجوم أجوج في الآية دي سر الحماية منهم أنا مش أشرح دي خالص الوقتي لكن أنا هدفي أشرح إيه اللي حصل بعد ما هو عمل التركيبة العلمية دي النتيجة لما هو عمل التركيبة العلمية دي كانت فيه بقى نتيجة وصلولها فما استطاعوا أن يظهروه أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة يعني النتيجة اللي طلعهم إن الردم اللي هو عمله للشيء الضر يطلع ما عادوش عارفين يظهروه ويوضحوه ولا عارفوا ينقبوا عليه كأنه عمل مثلا حاجة معينة ضارة طلعت فهو أضاف عليها مادة معينة المادة دي فتتتها وعزلتها وغيرت خوصها وبحيث أنها تفتتت بقى التراب فما حدش يعرف يطلع تاني الار ان ايه ما خلاص انتهى داب فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة دي كانت النتيجة اللي زول القرنين عملها مع يأجوج ومأجوج اللي هو الشيء أو العملتين الضرتين الموضوع مالوش علاقة أصلا بأقوام لأن زول القرنين لو كان الموضوع اللي هو علاقة بأقوام كان يحاربهم إيه اللي خليه يعمل سد أو ردم وبعدين هل ينفع أن نردم أقوام زول القرنين أصلا يعني ما فيه حاجة غريبة جدا في الموروث هم بقولوا أنه عمل سد سد يمنع هو ما عملش سد هو عمل ردم يعني لو افترضنا أنه أقوام يعني هو ردم عليهم يعني هم كانوا في مكان في حفرة وهو ردم عليهم هو عمل ردم وانتو بتقولوا أنه عمل سد والسد ده هيقع في يوم الأيام هو هم يعمل سد هو عمل ردم وزول قرنين اللي هو الراجل الحاكم اللي عنده العلم وفاهم الكلام ده قال إيه بعد ما خلص العملية العلمية دي هي كت هي كت عملية علمية كانت عملية مختبرية مع عملية ما كانتش عملية عسكرية خالص ولا عملية سياسية هي عملية علمية بحت قال إيه بعد ما خلص العملية دي قال قال هذا رحمة من ربي يعني اللي احنا عملنا ده كله بعد ما عزلنا الشر والخطر بتاع يأجوج ومأجوج عن الناس اللي كانوا بين السدين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي لما نجبها في آخر الزمان جعله دكاء وكان وعد ربي حقا إذن في آخر ذو القرنين كان عارف إن اللي هو عمله هو خلاص بالعلم اللي عنده وبالحكم اللي معاه قدر يعزل شر وخطر يأجوج ومأجوج وعمر الرجم اللي فتتها ويخلىها شيء عادي ما عادش يبقى له أي تأثير سلبي أو ضار بس كان عارف إنه هيجي في يوم الأيام زمن بني البشر فيه هيوصلوا للتقدم العلمي اللي هو كان فهمه وعارفه وهيحصل يعني إيه دكاء نفس الفكرة دكاء يعني هيبدأ يتفتح تاني الموضوع وهيبدأ يظهر ويخرج الكينونة بتاعته للناس ده معناه إنه زو القرنين وعصر زو القرنين كان عصر متقدم جدا في فهم الأمور الطاقية والعلمية والنووية والخلوية الداخلية اللي إحنا الآن لما بنبص للماضي بنعتبر أنهما مش فهمين حاجة ففكرة بقى أن زو القرنين هو مش عايف القراش ابني مش عارف إيه الكلام اللي بقوله لنا في التفاسير كل دي أكاذيب وضلالات لطمس التراث أو الحاجات العلمية القوية اللي ربنا سبحانه وتعالى حاضطها بين ثنايا الآيات طيب كده فهمنا بشكل عام موضوع زو القرنين وعمل إيه في موضوع يأجوج ومأجوج هنيجي بقى تاني أنا كده قلتلكم من شوية أن إحنا هنسيب التركيبة العلمية دي لأمد آخر عشان لما نبحث فيها ونطبقها نعرف إزاي بيها نعزل خطر الفيروسات وكل الكائنات اللي خرجت اللي جات نتيجة يأجوج ومأجوج في بقى هنا نقطة مهمة جدا لازم أتكلم عليها مرتبطة بالموضوع القوم قالهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض يعني ده معناه إن ما فيش حد هيعمل عملية يأجوج ومأجوج إلا ما هيحصل له أو عليه إفساد حتى لو إحنا الآن بالترسانة العلمية اللي عندنا عملنا عملية يأجوج ومأجوج بهدف الخير هي هتنقلب علينا بالشر هي شيء لا بد منه حتم لأنها عملية طبيعية حيوية طالما أنت خرجت حاجة ربنا خلقها سكنة في حاجة يبقى تحمل اللي هيحصل لك القوم دول اللي كانوا بين السدين قدروا يخرجهم حاجة من حاجة فانقلبت عليهم بالشر فذول قرنين عمل التركيبة العلمية اللي تحميهم من الموضوع طيب قلنا إن يأجوج ومأجوج مرتبطين بالفساد في الأرض هنرجع لآية ربنا قال عليها سبحانه وتعالى في صورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ويأجوج ومأجوج في القرآن جوم مرتين وربنا قال إن إفساد بني إسرائيل هيبقى مرتين اللي تفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبير فإذا جاء وعدوا أولهما بتكلم عن أول مرة أفسدوا فيها في الأرض بعثنا عليكم وطبعا أول مرة دي انتهت وحصلت خلاص لأن الآية بتتكلم بلفظ الماضي فإذا جاء وعدوا أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا قولي بأس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إذن المرة الأولى دي حصلت لمرت المرة اللي عباد الله سبحانه وتعالى اللي قولي بأس شديد عرفوا يشيلوا الإفساد بتاع بني إسرائيل دي المرة الأولى وحصلت انتهت طيب فإذا جاء وعدوا الآخرة في آخر الزمان بقى لما بني إسرائيل هيستخدموا يأجوج ومأجوج في الإفساد سواء بقى كانوا بأصد أو بدون أصد لأن قولنا يأجوج ومأجوج ما حدش هيخش لهم أو حد هيستعملهم إلا ما يحصل وراء إفساد حتى لو ما كانش يؤسد ده أمر ربنا قال أهو في القرآن بوضوح فبني إسرائيل في آخر الزمان فإذا جاء وعدوا الآخرة ربنا سبحانه وتعالى هيبعث على بني إسرائيل في آخر الزمان اللي هيوقفوا الإفساد بتاعه هم هيعملوا إفساد سواء كانوا متعمدين له أو غير متعمدين له طبعا إفساد جاي نتيجة العلم فربنا بقول فإذا جاء وعدوا الآخرة هيحصل ثلاث حاجات ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيره لا نركز بقى ونفهم إيه الموضوع ده من دول أصلا اللي يسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيره الآية هنا بتتكلم عن اللي عيد عليهم الضمير في الآية الأولانية الآية الأولانية بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وفي الآية التانية اللي هي اللي تحت فجاء الآية اللي تحت فسوما رددنا لكم القر عليهم حتى إذا جاءوا عدو الأخرة ليسوء وجوهكم من بقى ليسوء وجوهكم اللي هم العبادا لنا أولي بأس شديد يعني ناس حققت صفتين صفة العبادة لله زائد صفة البأس الشديد والبأس الشديد غير القوة يعني القوة ممكن تبقى قوة عسكرية ممكن تبقى قوة عددية إنما البأس الشديد بتبقى حاجة علمية البأس بيبقى حاجة علمية بتغير خواص الشيء وصفات الشيء فالعباد دول أو الناس دول عندهم صفتين صفة العبادة الخالصة لله عبادا لنا اتنين عندهم العلم اللي يقدروا بيه يوقفوا خطر العلوم القائمة الآن قولي بأس شديد طيب هيعملوا إيه بقى الناس دي اللي هم العباد لله سبحانه وتعالى اللي قولي بأس شديد أخر الزمان العباد اللي ربنا سبحانه وتعالى نسابهم له عبادا لنا قولي بأس شديد هيعملوا في آخر الزمان ثلاث مهام محددة ليس أقصر ولا أقل أول حاجة يسوقوا وجوهكم اتنين يدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة ثلاثة يتبروا معلوا تتبيره وهنا بقى هنتوقف على الثلاث مهمات دول لأنه هم غير من الناس متصورين تماما أول مهمة يسوقوا وجوهكم الوجه مش معناه ده بس أو تحديدا ربنا بقول مثلا يبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه الوجه معناه الأهداف والتوجهات اللي الناس بتعمله كل قوم بقى عندهم أهداف وتوجهات فبيعملوا أعمال لكي تخدم تلك التوجهات فأول حاجة عباد الله اللي قولي بأس شديد هيعملوها اللي هم هيسيقوا تلك التوجهات التوجهات اللي بني إسرائيل هيبقوا بيتحركوا علشانا هيغيروها وهيحرفوها وهيخلوها في مصار تاني نافع مش مصار دار يعني أول حاجة يسوق وجوهكم اتنين وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إيه المسجد ده كل الناس فكرت إن المسجد ده اللي هو المسجد الأقصى لو كان المسجد هو المسجد الأقصى كان ربنا قال وليدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة وما قالش المسجد الأقصى وكمان جايب إيه وليدخلوا المسجد معرفة بألف ولام ايه بقى المسجد اللي العباد اللي قولي بقسا شديد هيدخلوه اخر الزمان لو بصينا هنلاقي الكلمة جاي من الفعل سجدة يعني ايه بقى الفعل سجدة لان الفعل سجدة اللي هيجي منها مسجد غير المحراب وغير الجامع يعني الجامع اللي اتا بتشوفه بتصلي فيه دا مش مسجد ده جامع او محراب او يتسمى حاجة تانية لكن ما يتسمى ابدا مسجد المسجد اسم مكان للفعل سجدة يعني المحل اللي بيحصل في السجود طب هقع streams tex هو ايه السجود اصلا يعني السجود اللي هيجي بناء عليه مسجد السجود سجد معناه سجد معناه كلام ده انت اول مرة تسمعه في حياتك سجد معناه ان تتوحد نقطة نهايته مع نقطة بدايته يعني ان تتقابل نقطة النهاية مع نفس نقطة البداية ده الفعل سجد يعني ايه بقى الكلام اللي انا قلته ده كلنا كلنا كمخلوقات بنسجد لله مؤمننا وكافرنا ربنا بيقول ولله يسجد من في السمات والارض والشمس والقمر والجبال والنجوم والدوب والشجر وكثيرهم الناس وكثيرهم حق عليه العذاب يعني حتى الكفار بيسجدهم يعني ايه يسجد يعني نقطة النهاية بتوصل لنقطة البداية يعني ان تتوحد نقطة نهايته مع نقطة بدايته برضو معناه ايه لما احنا بنصحى الصبح بنصحى الصبح بجسم نشيط معافى صحي كل خلايا تجددت حلو؟ ده نقطة البداية بتبدأ طول اليوم بتستهلك جسمك وبتحرق جسمك وبتموت خلايا في جسمك لابات ما توصل بالليل بالليل بتبقى نقطة النهاية ان الخلايا بتاعتك اتحرقت والخلايا فيه حرايا خلايا ماتت وفيه خلايا انهكت الطاقة بتاعتها ده نقطة النهاية بتاعتك اذا انت خرجت بنقطة بداية مختلفة عن نقطة النهاية اول ما بتوصل بالليل لنقطة النهاية دي بتقوم لاحم تاني في نقطة البداية فيبقى الليل محل سجود ليك الليل إعادة لنقطة البداية اللي أنت كنت فهها الأولانية اللي هي أن جسمك تاني بيرجع نشيط وبيرجع متجدد والخلاية بتتبنى من تاني وهكذا فربنا بقول والذين يبيتون لربهم سجادا وقياما ومن الليل فاسجد له يعني ربنا خص الليل بالسجود لأن الليل بيحصل فيه توحد نقطة النهاية مع نقطة البداية طيب لما ربنا سبحانه وتعالى قال للملايكة سجدوا لآدم سجدوا لآدم معناه مش سخروا لآدم يعني هما مش مسخرين لنا لأنه هما لو مسخرين لنا هنعرف نمسك الملايكة في إيدين هما مش مسخرين لآدم هو قال لإيه يسجدوا لآدم يعني إسجدوا لآدم يعني آدم هيبقى هو المحور اللي أنتو بتبدأه من عنده وتنهو عنده بتبدأ من الملاك بيبدأ أعماله من عند آدم ويلفي يلف يلف في الأعمال وينتهي عند آدم برضو فصار آدم هو المحور اللي الملايكة بتبدأ الأعمال وبتنهي الأعمال من عنده فسجد معناه أن تتوحد نقطة البداية مع نقطة النهاية طيب ربنا بيقول في صورة الرحمن والنجم والشجر ويزيودان يعني إيه الشجر بيسجد؟ هل سجود الشجر معنى الحركة اللي احنا عارفينها؟ لو كان الشجر بيسجد بالحركة دي مع الشجر طول عمره واقف سجود الشجر معنى إيه؟ السجود قلنا إنه نقطة البداية هي نقطة النهاية أنت تتوحد نقطة النهاية مع نقطة البداية الشجر بتفضل تنمو وتنمو وتنمو لغاية ما تبقى خضراء ومثمرة دي نقطة النهاية هو أول ما بتوصل لنقطة النهاية دي بتقوم الورق يقع ويدبل وينزل وترجع تاني لنقطة البداية بتاعتها ولما ترجع لنقطة البداية بتاعتها تفضل تلف في نقطة البداية والنهاية فطول ما هي بتوصل النهاية للبداية وتلحم وتكمل يبقى هي كده تمت دورة سجود ربنا بيقول بقى أن الشمس بتسجد يعني إيه الشمس بتسجد؟ مش معناها أنها بتعمل حركة معانا لا معناها أن نقطة البداية للشمس بتحرك عندها بترجع لها تاني الشمس والجبل والأمر كل الكائنات بتسجد لله سبحانه وتعالى طيب من هذا المفهوم اللي احنا اخدناه من القرآن الوقتي معنى الفعل سجدة لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا يوسف ورفع أبويها على العرش وخروا له سجادا خروا له سجادا دي مش معناها الحركة فيوسف عليه السلام لما كان بيتصف بصفتين عزيز مصر في نفس الوقت نبي فرفع أبويها على العرش وخروا له سجادا يعني ايه خروا له سجادا مش معناها عبادة يعني مش معناها انهم خدوا عبادة لله وحطوها عند يوسف لا معناه ان يوسف لانه كان حاكم وكان نبي في نفس الوقت فصار يوسف هو نقطة البداية بيتحركوا بياخدوا الأوامر من عنده ويلفوا يلفوا في الحياة ويمسكوا ويرفعوا التقرير له في الآخر يعني نقطة النهاية بتنتهي عنده وفي نفس الوقت نقطة البداية بتبدأ عنده دي معناه خروا له سجادا اذا الفعل سجدة في القرآن معناه ان تتوحد نقطة النهاية مع نقطة البداية لو انت بقى تأملت حركة السجود اللي احنا بنعملها حركة السجود ان الانسان في الاساس رأسه بتبقى في اتجاه ورجله في اتجاه اذا الرأس واده الرجل اذا نقطة النهاية منفصلة في الاتجاه عن نقطة البداية لما الانسان بيجي ينام عشان يتجدد خلاياه لازم يسجد فيعني ايه بيسجد يعني بتتوحد نقطة النهاية ونقطة البداية على نفس الخط الأفكي فلما الانسان بيبقى نايم لازم يبقى وفقي يعني لازم نقطة نهايته رأسه مع نقطة بدايته مثلا رجله لازم أقعلى نفس المستوى فلما الاتنين بيتوحدوا على نفس المستوى يبدأ يحصل تجديد الطاقة وتجديد الخلايا وتجديد كل حاجة في الجسم ديه عملية سجود في حد ذاته نفس الفكرة لما الانسان بيكون ساجد بقى في الصلاة بيقوم بيينزل رأسه لرجله لرجله تحت ده معناه ايه؟ ده معنى أن نقطة نهايته اللي هي راسه اللي بتبقى في السماء ونقطة بدايته اللي هي رجله اللي في الأرض بيتوحدوا مع بعض على نفس مستوى فتتوحد نقطة النهاية مع نقطة البداية ومن هنا يتم تفريغ الطاقة وشحن الطاقة وتجديد كل حاجة في الإنسان وده عملية السجود يعني حتى حركة السجود المادية اللي احنا بنعملها موافقة للمعنى العميق للفعل سجدة طيب يعني إيه بقى مسجد لأنه هو ده الهدف اللي احنا كنا فتحنا علشانه الآية ربنا بيقول أن العبادة اللي أنا قولي بأس شديد هيعمله ثلاث حاجات أول حاجة يسوق وجهكم اتنين يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ثلاثة يتبروا مع له تدبيره يعني إيه بقى المسجد اللي ربنا سبحانه وتعالى قال أن العبادة اللي أنا قولي بأس شديد هيدخلوه الفكرة مش المسجد الأقصى بقى خالص الفكرة الوقتي أن عباد الله اللي قولي بأس شديد هيدخلهم مسجد اسم مكان أو محل للفعل سجدة يعني المكان أو المحل الذي يتم توحيد فيه نقطة البداية نقاط البداية مع نقاط النهاية يعني مثلا الجينات الشريط الجيني الدين إيه؟ الدين إيه هو المسجد اللي بتتوحد فيه نقطة النهاية مع نقطة البداية بيتم نخرج منه الأوامر وفي نفس الوقت بيتم إرجع له الأوامر فمثلا الدين إيه؟ مسجد ربنا بقى بيقول إيه؟ بيقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مساجد الله في كل المخلوقات اللي هي الأماكن اللي بيتم فيها تجديد الخلية وتعادة بنائها من جديد أو الزرة أو الطاقة إنما يعمر مساجد الله مساجد الله الموجودة ربنا بيقول وأن المساجد لله يعني كل الكائنات اللي بتعيد وتجدد وتبدأ وتنتهي وتبدأ وتنتهي بتبدأ وتنتهي لله فالمساجد كلها الموجودة في كل الكائنات منسوبة لله فالخلية مسجد والنواة مسجد وكل مكان بيتم فيه نهاية وبداية مسجد طيب ربنا بقى بيقول إنما يعمر مساجد الله مساجد الله دي ممكن ناس تستغلها في التخريب ومن هنا بقى هيحصل عملية يا أجوج ومأجوج وإفساد بني إسرائيل ربنا بيقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إذن في فئة هيكونوا مؤمنين بالله واليوم الآخر دول اللي هيدخلوا المسجد ويعمروا على النقيد شوف كده الآية اللي بتتكلم على ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها إحنا نفكريني دي بتتكلم عن الجوامع على فكرة دي بتتكلم في منتهى الضقة العلمية منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه كل المعامل العلمية اللي بتتم في منأة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وبالتالي بتبقى طاقة خبيثة وطاقة شريرة وطاقة تدمير للناس لا يذكر فيها اسم الله وسعى في خرابها بيتم نزع الصفة معينة من الجين أو من الكرومسومات أو أين كان وبالتالي وسعى في خرابها طيب ربنا بأرضو بيقول في آية ما كان للمشركين اللي بيشركوا بالله قعدها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني إذن مساجد الله الداخلية العميقة دي لا يكون للمشرك بالله أن يعمره ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله يبقى لا يمكن أن حد يدخل لمساجد الله الداخلية الخاصة دي ويعمره إذن لما هو يخش للمساجد لابد أنه هيعمل عملية يأجوج ومأجوج عمره ما يعمل تعمير ليه إذن ده معناه وديه فرصة أنه إحنا ممكن ندخل المساجد التفصيلية اللي هي النقاط اللي بيتم فيها توحيدا البداية بالنهاية ممكن ندخلها ويعمل عندها تعمير وهنا بقى هنرجع تاني الآية بني إسرائيل اللي ربنا قال عليها أول حاجة بعثنا عليكم عبادة لنا تحت بقى ليسوقوا وجوهكم يعني يغيروا التوجهات اللي أنتوا كنتوا ماشيين علشانها تاني حاجة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة هيدخلوا الأماكن مش الأماكن بقى هيدخلوا في المحال والأماكن والمواقع العلمية الداخلية للتحكم في الطاقة للتحكم في الزرة للتحكم في النواة للتحكم في أبسط المساجد يعني الأماكن اللي بيتم فيها الخلق من جديد ربنا بيقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يعني زول قرنين من عباد الله الصالحين اللي قولي بأس زول قرنين أحد النمازج اللي دخلوا المسجد أول مرة وعمروه لما فك خطر يأجوج ومأجوج وبالتالي العباد هيدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة والعملية التانية ولو يتبروا معلوا تتبيره يتبر جات كلمة مكوناة من ثلاث حروف تا با را الثلاث حروف دول معناهم انه هو هيغير خواص الشيء اللي فسد الشيء اللي فسد الشيء اللي كان معمول للشر هيبدأ هو يغير خواصه ويعكسها تاني للخير فهم يعملوا ثلاث حاجات هيغيروا التوجهات بتاعتكم وهيدخلوا المسجد كما دخلوا اول مرة وهيتبروا معلوا تتبيره كل الحاجات العالمية المعمولة الان اللي تم ابتغاء العلو بيها لبنى اسرائيل هيتوجه تاني بها الخير ويتبروا معلوا تتبيره وبالتالي ده كده توضيح لمعنى ان زول قرنين ويأجوج ومأجوج ودخول المسجد وإفساد بنى اسرائيل الصورة كده بقت متكاملة الحلقة دي نستفيد بها عدة استفادات كتير جدا نستفيد بها من قصة زول قرنين اللي هو دخل لمطلع الشمس ومغرب الشمس وعرف يوصل ما بين السدين ويربط العالم المادي بالعالم المعنوي يعني انت شايف الوقت حجر قدامك او شايف حديد ومعادن قدامك في روابط طاقية طاقية مربوطة ما بين العالم المادي والعالم المعنوي مش هيعرف يطلع عليها الا واحد زي زول قرنين اللي هو بيربط وبيوصل ما بين السدين وده اللي المطلوب من عبادة لنا ولبأس شديد بأس شديد زائد العبادة الاتنين اللي هيتصفوا بالصفة دي هم اللي يبقى عندهم القدرة انهم يدخلوا فالحلقة اتمنى انها تلفت انتباهك وانتباهنا كلنا كأمة بشرية مش بس كأمة اسلامية كأمة بشرية لأبعاد الخير وابعاد الاصلاح لان يأجوج ومأجوج الناس اللي هيستخدمهم يأجوج ومأجوج في اهداف معينة للأسف الاهداف دي هتنقلب عليهم معالينة وعلى البشرية كلها فهيبقى الخطر محيط ومحدق بنا كلنا كبشر فلن ينقذ البشرية من هذا الخطر إلا مش بقى دول ولا جيوش لن ينقذ البشرية من هذا الخطر إلا نوع من الناس حقق صفتين حقق العبادة الخالصة لله بكل أركانها وحقق العلم اللي هيدخل بالمسجد أول مرة علشان يقدروا من خلاله يغيروا الخلاص ويوجهوها تاني للإصلاح وده من علامات أخر الزمان وهذه الأيام وهذه السنوات وهذه الفترة الأخيرة من عمر البشرية هيشهد كل بتشهد وهتشهد كل اللي احنا قلنا عليه في الحلقة دي إن شاء الله أشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله